معي من درعة مباشرة مراسل أخبار الآن محمد الحوراني عبر الأقمار الصناعية مساء الخير محمد لو تضعنا أكثر في أجواء الأوضاع في درعة تفاصيل من الداخل لو سمحت محمد فضل نعم ميسون مساء الخير تشهد محافظة درعة خلال الأسابيع الماضية والفترة الماضية موجود نزوع غير مسبوقة حيث وصلت عدد النازحين من القرى والبلدات في محافظة درعة جراء استهداف نظام القرى والبلدات والصواريخ الفراغية وتصعيد القصف الروسيا لعدة بلدات كبلت عتمان ومجد الشيخ مسكين وانخل ونوى وداعل ومؤخرا الغرية الغربية والصورة والإحراك في الريف الشرقي إلى نزوح عدد كبير من الأهالي إلى القرى والبلدات المجاورة التي تكون أكثر أمانا من المناطق التي يعيشونها بالإضافة إلى وصول عدد كبير من النازحين من محافظة درعة إلى الحدود الأردنية للدخول إلى المخيمات خارج الحدود ومنهم من خارج إلى منطقة الرويشد التي يصعب لنا الوصول إليها هناك موجود أكثر من 15 ألف لاجئ من محافظة درعة ينتظرون الدخول إلى المملكة الأردنية الحاشمية جراء استهداف بيوته ومنازله من قبل الطائرات الروسية والمقاتلات الروسية فسقوط بلدة عتمان قبل أيام أدى إلى نزوح عدد كبير من أهالي بلدة طفاس وبلدة اليادودة في الريح الغربي وأيضا تشريد أكثر من 10 ألاف نسم من مدينة الشريق مسكين التي سيطر النظام عليها قبل سابع من اليوم حالة نزوح كبيرة تشهد محافظة درعة غير مسبوقة في الأيام التي تشهد اشتباكات لعدة جبهات في محافظة درعة من الجهة الشرقية لمدينة درعة ومن الريف الشرقي من جهة الخربة غزالة وبلدة الصورة أيضا هناك حالات نزوح كبيرة إلى المناطق والرياف المجاورة في وسط حالات إنسانية جدا متردية ونقص بالمساعدات الغذائية والمنازل وقلة من وجود حالات وعفظ وهناك حالات جدا قد تعانت من المرض الشديد نتيجة البرد والقصف المستمر على قرههم طيب محمد لو أمكن تفاصيل أكثر عن توجه هؤلاء يعني ذكرت لي قره مجاورة إلى أين تحديدا يتوجهون من يتولى أمرهم المرضى المصابون من أيضا يتدبر أمرهم وينقلهم إلى المستشفيات وبما أن هذه الحملة نتحدث عن تحديدا القصف الروسي ومستمر من 28 تقريبا كانون الأول ديسمبر أيضا كيف اختلف المشهد من ذلك التاريخ وحتى اليوم يعني التصعيد مستمر عملية النزوح تزداد لأن وصلنا إلى هذا الرقم اليوم نعم ميسون عمليات التصعيد العسكري للنظام السوري وحلفائه من الطائرات الروسية تستمر حتى هذا اليوم في قصف وقره بلدات محافظة الدرعة تستمر في النزوح إلى القرى بالله مجابعا كما ذكرت القرى في الريف الشرقي في عمق المناطق المحررة هرب من تلك الطائرات التي دمرت منازلهم هناك حالات جدا متردية بين صفوف المدنيين هناك قلة في المشافي المدانية والكوادر الطبية فمعظم المشافي المدانية أيضا كانت مستهدفة من قبل الطائرات الروسية فمشفى الغرية الغربية قرجت عن الخدمة منذ الأمس نتيجة استهدافها بأكثر من صاروخ فراغي من قبل الطائرات الروسية وأيضا خروج مشفى في الريف الغربي عن الخدمة بسبب استهدافه من قبل الطائرات الروسية كما ذكرت لك ميسون أن هناك نزوح كبير في محافظة الدرعة والقرى إلى القرى المجاورة والقرى الحدودية المتاخمة إلى المملكة الأردنية وهناك أيضا من هاربة إلى ريف القنيطرة من جهة الريف الغربي من محافظة الدرعة إلى الشريط الحدودي مع الاحتلال الإسرائيلي في الجران المحتل أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات محمد الحوراني مراسل أخبار الآن من ريف درعة